صعود اليمين المتطرف في أوروبا عموما والنمسا خصوصا هل النمسا مقبلة على عودة إلى الحقبة النازية بعد صعود حزب الحرية مرة أخرى أستاذ رفعة زيادة كيف الحال؟ شكرا على اهتمامك بهذا الموضوع الأوروبي أستاذ الكريم نحن نبارح بكل صراحة مع أن النتيجة تعتبر لربما صادمة للعديد من المتابع والمتلقي طرحنا سؤال مباشرة أمس أعتقد الساعة السنة عشر ليلا هل تشعر بالخوف على مستقبلك بعد تصدر حزب الحرية اليميني المتطرف في النمسا انتخابات البرلمان الأوروبي وحصوله على 8.5% زيادة عن آخر انتخابات أوروبية شارك في هذا الاستطلاع 800 شخص 76% قالوا لك لا نخاف ليس عندنا أي شعور ولا أي أسى ولا أي استياء من وصول اليمين المتطرف إلى الحكم استاذ رفعة الزيادة انت كيف استقبلت كيف استقبلت هذه النتائج الجديدة للبرلمان الأوروبي والله نتيجة استطلعش بتني انه ما خائفين وفعلا أنا ما نخايف عرفت كيف بس هو صراع على السلطة بتعرف السلطة السياسية وظيفة راقية عرفت كيف وكلهم هنا واتفقوا من زمان انه يسألوا الشعب يعني السلطة تحدد نعم بيحدد السلطة هو الشعب الجمهور كانت قبيلة نعرفت كيف بعدين صارت شعب بعدين صارت الجمهورية الجمهور هذا الجمهور لازم تسأله والسؤال هو فلسفة يعني شو هي الفلسفة سؤال وانت يومي بتسأل الشعب هذا فلسفة سياسية الشعب هو اللي بيحدد السلطة ليس المسدس ولا المدفع ولا الدبابي عرف كيف مثل دول العالم الثالث نعم هون الشعب المهم التصويت هذا كان يعني أنا ما نخايف عرف كيف لانه ما فينا نغيره لو حتى استلاموا السلطة عرفت كيف هدول الشعبوين حتى لو استلاموا السلطة هاي مستلمين عرفت كيف بإيطاليا بالمجر وبدول أخرى عرفت كيف ويوم اللي استلام ترامب بأمريكا ما حسن نغير شي لأنه هذا العالم الأول قائم على على ركائز لا يمكن تحريكه ولا تلعب فيه عرفت كيف لماذا لأنه اتفاقاته هون بيحترموا الاتفاقات عرفت كيف اتفاقات موقعة عرفت كيف هو الخوف الوحيد الخوف الوحيد أنه هدول أنه ينقلوها لأوروبا إلى عصر النازية هذا مستحيل النازية ينتهت نحن ما بعد النازية نعم بوست نازية عرفت كيف والعالم الغربي قائم على 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 شعور وفلسفة البوست ما بعد ما بعد عرفت كيف هلأ نحن في مرحلة العولمة اللي عملوها في التسعينات بعد سقوط اتحاد سوبيتي نحن ما بعد العولمة هلأ ما بعد العولمة هو الصعود الصيني أنا ما عندي خوف من صعود هدولي ما فينا نغيره شي حيغيره بشغلة واحدة فقط نعم حيلعبوا فيها منع أموال الاتحاد الأوروبي تروى على أوكرانيا لأنه الإنسان الغربي هذا أو العالم الأول الأفضل العالم الصناعي صناعي رأيس مالي عقله رأيس مالي عرفت كيف ما بيتحمل هالفوضى في المليارات اللي عما يبعتوها من وبيعتبر حاله هذي أمواله لأنه الشعب هون الجمهور هو اللي بيدفع الضرائب وهو صاحب الميزانية يعني بيعتبر نفسه عنده حق في هاي الميزانية أنه ما لازم يبعث هو